هذا ويضع الفريق الوطني الطبي ضمن أولوياته المحافظة على سلامة وصحة الموطنين ووقاياتهم من الفيروس عبر توسيع حملة التطعيم الشاملة لأخذ التطعيمات المضادة للفيروس وتكثيف حملة التحصين لمواجهة الجائحة على قدم وساق وبعينان لا تنامن يمضي الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بعزم نحو تعزيز الجهود المبذولة لتجاوز مرحلة انتشار جائحة كوفيد-19 وحماية المجتمع ككل والحفاظ على مستوى الأمن الصحي في المملكة ودعما للجهود الوطنية وتعزيز الأمن الصحي تتواصل الحملة الوطنية للتطعيم بإقبال لافت من المواطنين والمقيمين لإكساب المجتمع المناعة اللازمة بما يسهم في التقليل من نسب انتقال العدوى مما يدل على إدراك المجتمع بأن التطعيمات تساعد في حمايتهم والحد من انتشار الفيروس وسلالاته المختلفة حتى في حال حدوث طفرات جديدة وذلك من خلال عملها المساعد لجهاز المناعة صراحة شفت غباله جميل وإدارة وتنسيق قوي وسريع وخفيف وما يخذ لك وقت وأنا نصح كل مواطن بحريني أن يأخذ التطعيم ونخلص إن شاء الله من هذه المشكلة صراحة إلى طباء ما قصروا يعني كان كل اللي في بالي يدور من أسئلة ومن تساؤلات أو من مخاوف أو من هذا كان عندهم لها إجابات كانت معلوماتهم جداً وافية بخصوص النقاح اللي راح ناخدها ويؤكد الفريق الوطني الطبي على أن التطعيمات المضادة للفيروس التي أجازتها مملكة البحرين قد أثبتت فاعليتها حيث بلغت الحالات القائمة من المتطعمين الذين أكملوا جرعتات تطعيم وأصيبوا بعد مرور إسبوعين من آخر جرعة محلياً ما نسبته أقل من واحد بالمئة من مجموع الحالات القائمة كما أن الحالات القائمة من الحاصلين على التطعيم كانت أعراضهم خفيفة أو لم تظهر عليهم أي أعراض مقارنة بالذين لم يحصلوا على التطعيم بما أن هذا اللقاح آمن والتوصيات من جميع المنظمات العالمية والمحلية فلماذا الخوف من الإقدام على هذا الشيء؟ بالعكس هذا يمثل مناعة شاملة للمجتمع كامل هذا وجددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية مواصلة التزام كافة أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية لتجنب زيادة الانتشار وارتفاع عدد الحالات حيث سجلت المملكة ارتفاعاً كبيراً في الحالات القائمة خلال الأيام الماضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر